مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى تفاصيل أعلن الكريملين أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتن سيجري جولة محادثات مع وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف بحضور وزير الخارجية الأردني أيماني صفدي تتناول القضية السورية عموما وملف الجنوب على وجه التحديد يجهز النظام وحلفائه على مدني سوريا ثم وعلى أنقاض السوريين وأشلائهم تعقد الجلسات الدبلوماسية لبحث مصير المنطقة المتفق عليه أساسا الخارجية الروسية تعلن أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتن سيجري جولة محادثات مع وزير الخارجية سرغي لافروف بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تتناول القضية السورية الوضع في المنطقة الجنوبية سيكون حاضرا على طاولة النقاش فحسب الكريملين سيسعى الطرفان للتوصل إلى تفاهمات بين موسكو وواشنطن وعمان حول الترتيبات اللاحقة في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الجارية فيها وهذه الدول الثلاث تضمن اتفاق خفض تصعيد جنوب غرب سوريا والذي أعلنت روسيا انهياره الحديث يدور عن ملامح نهائية لاتفاق ثلاثي بين روسيا وأمريكا والأردن يهدف لضمان استقرار الوضع في المنطقة الجنوبية وأسرائيل أحد أطرافه وسط أنباء عن موافقة واشنطن من حيث المبدأ على العناصر الأساسية المطلوبة لتثبيت الوضع في المنطقة ومن بينها سحب الميليشيات الإيرانية من المنطقة وفرض سيطرة النظام على المناطق الحدودية مع الأردن وفتح الحدود وسائل إعلام غربية لفتت إلى تباينات تتعلق ببعض التفاصيل قالت إنها قد تكون محور بحث على مستوى الخبراء وقد تطرح خلال مباحثات بولتون بشكل مباشر وفي تخلي واشنطن مؤخرا عن فصائل الجنوب السوري رسالة ود إلى موسكو التي تعمل على إنهاء ملف الجنوب قبيل لقاء مرتقب بين ترامب وبوتن قد يعقد في النمسا قريبا أرحب بضيفي عبر الأقبار الصناعية من موسكو المحلل السياسي الروسي يفجيني سيدروف وأرحب من جديد بضيفي من غازي عينتابة تركيا الكاتب الصحفي أحمد مظهر سعدو مرحبا بكم الضيفي الكريمين إلى تفاصيل أبدأ مع السيد يفجيني سيدروف من موسكو مرحبا بك سيد سيدروف لماذا بعد سلسلة وعدد من التصريحات الروسية والتعهدات الروسية بأن لا تشارك بأي عملية عسكرية يقوم بها النظام السوري في الجنوب حفاظا على منطقة خفض التصعيد ونأت بنفسها ثم شاركت عن طريق الطيران بقصف تلك المنطقة نعم مساء الخير لك وللمشاهدين وضيفك الكريم أعتقد بأن روسيا أقدمت على هذه العملية لسببين أولا بيد روسيا دائما ورقة تستغلها كل مرة عندما تتهم بأنها تستهدف المدنيين فهي دائما تعلن أن هذه الضربات التي تشارك في شنها الروسيا هي تستهدف أولا وقبل أي شيء آخر فصائل جبت نصرة على سبيل المثال وإن كان عددهم غير كبير في منطقة الجنوب لكنهم متواجدين هذا ما يعترف به الجميع السؤال لك هو لماذا شاركت في منطقة منطقة خفض تصعيد باتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبعد أن أعلنت مرارا أنها لن تشارك ما الذي تغير يتم الحديث بصراحة يتم الحديث صفقة روسية أمريكية نعم هذا ما كنت أريد أن أتي إليه الحديث طبعا ربما يدور عن تفاهمات روسية أمريكية ولكن هذه القضية تخص ربما نتائج لقاء مرتقب بين ترامب و بوتين ثانيا مما ربما أطلق أيدي روسيا الآن في هذه الفترة بالذاتة هي ربما تخلي واشنطن عن دعم فصائل الجيش الحر وربما فصائل معارضة أخرى وبالتالي هذا يأتي أيضا كما أعتقد نتيجة لبعض التفاهمات التي تسبق لقاء القمة الروسي الأمريكي وبالتالي فروسيا الآن تتصرف بشيء من الحرية في منطقة الجنوب ولكن رغم ذلك روسيا حسب معلوماتي ما زالت تفزل جهود حسيسة لتجنب تسعيد لاحق في هذه المنطقة وهي تخاول أن تتوصل بواسطتها الأطراف الأخرى إلى مصالحة في هذه المنطقة يعني قنوات الدبلوماسية ما زالت مفتوحة ولكن التسعيد العسكري بازدياد في المنطقة الجنوبية من قبل الإظام من قبل ميليشيات الإيرانية المشاركة أيضا إلى جانبه ومن قبل روسيا يعني لا ترى أن هناك تفاهم أو صفقة يتم الحديث عنها بين الولايات المتحدة وروسيا تقضي بإبعاد إيران عن حدود إسرائيل والأردن لمسافة معينة مقابل السماح للنظام بالعودة هذا ليس أمر واقع اليوم نعم هذا أمر واقع وهو أمر محتمل جدا وهذا ما تتحدث عنه وسائل الإعلام ومختلف المصادر سواء منها السياسية أو العسكرية خلال الأيام الأخيرة هذه صفقة لا يجوز استبعادها ولكن طبعا هناك ما هو أهم من ذلك بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة ولسيما الأردن وهو نزوح أعداد كبيرة جدا من السوريين إلى هذه المنطقة وهذا أعتقد أحد الأسباب التي أثرت في ضرورة عقد اجتماع سلاسي يوم غد في موسكو طيب أستاذ أحمد سؤالي لك بمقابل الحديث عن هذه الصفقة موقف الولايات المتحدة من خلال الرسالة التي وجهتها لفصائل الجنوب عن طريق سفارتها في عمان بات معروفا وواضحا للجميع وتدخل روسيا بشكل علني يتم الحديث عن صفقة أو تفاهم ما بين روسيا والولايات المتحدة ولكن على نظير ذلك قرأت على صفحة قاعة تحميميم بيان تم حذفه لاحقا يتحدث عن أن هناك تغير خطير وصفته القاعدة عندما تم إسقاط أو إصابة طائرة ووجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بالمقابل بأنها تريد أن تجر النظام والروسيا إلى مستنقع في درعب بمعنى أنها أوهمتهم أنها رفعت الغطاء عن الجنوب ولكنها بالفعل تقدم أسلحة ما زالت تمد الفصائل بأسلحة ومضادات طيران لتوقع أكبر قدر من الخسائر في صفوف الجميع إيران النظام والروسيا ما رأى يخفي وجهات النظر هذه التي تتحدث عن اتفاق أو التي تتحدث عن عملية جر لروسيا خاصة قبل النظام وإيران إلى مستنقع في الجنوب هو موضوع للاتفاق لا شك أنه اتفاق أصبح معروفا وصفقة واضحة فاضحة للجميع والأمريكان لو لا تخليهم عن أهلنا في الجنوب لما كان بالإمكان لا ميليشيات طائفية ولا روسيا أن تتقدم باتجاه الجنوب وتقصف وتقتل وتحرها كل يوم هذه أصبحت واضحة أما أن الأمريكان يجرون الروس إلى موحلة أو إلى مكان يساهمون فيه في إغراقيا بالأكثر بالتأكيد هو أصلا السماح للروس في دخول سوريا منذ ما يقرب سلاس سنوات هو بالأساس سماح لكي تدخل روسيا إلى هذه المنطقة لتغرق فيها كما يريد لها الأمريكان والروس لم يدرك ذلك إلا متأخرين على ما يبدو إلا أنها المسألة الآن بالتأكيد من الممكن جدا الأمريكان أن يساهموا في ذلك أما أن هناك أسلح حديثة أدخلتها أمريكا أنا لا أعتقد أنها حديثة بقدر ما أن هناك فصائل ثورية حقيقية تقاتلوا هذا النظام منذ فترة طويرة وتمتلك ترسانة من الأسلحة كان سبق وأن تم إدخالها منذ فترات طويرة وليس الآن من أجل أن تحافظ على نفسها وإلا لكان النظام قد تخطى في معارك قبل ذلك منذ سنة أو أقل من ذلك لم يستطع النظام التقدم باتجاه المعارضة لأنه يدرك أن هناك إمكانيات وهناك أشاوس رجال حقيقيين يقاتلون في مواجهته إن كانت هذه الصفقة قبل أن يدهمنا الوقت أستاذ أحمد إن كانت هذه الصفقة أمر واقع وكما ترى أنها تمت بين روسيا والولايات المتحدة هل تثق الولايات المتحدة اليوم بضمانات روسيا بأنها إن سمحت للنظام بالتقدم أو رفعت الغطاء عن الفصائل في الجنوب يمكن لروسيا أن تضمن انسحاب إيران خاصة وأن ميليشيات إيران هي من تشارك في هذه العملية العسكرية إلى جانب النظام أرجو منك الأختصار فقط نعم واضح من هذه الصفقة نعم أنا واضح أنا كما أرى بأن هذه الصفقة من حيثياتها أنه يتم سحب الميليشيات الطائفية وإيران إلى ما بعد 80 كم عن الحدود الإسرائيلية بعد إنهاء حالة الجنوب يبدو أن المسألة غير قادرة للنظام حقيقة على إنجاز ما يمكن إنجازه بالسيطرة على الجنوب بدون مساعدات روسية وميليشيات طائفية واليوم رأينا على وسائل الإعلام جميعا كيف أن هناك ميليشيات طائفية عراقية تقاتل في الجنوب وتفتخر بأنها تقاتل وتذهب إلى الجنوب إذن القضية بالنسبة للأمريكان والروس هناك اتفاق هناك تفاهمات نعم ولكن بعد إنهاء هذه الحالة يمكن للإيرانيين وسيتراجع الإيرانيون بالتأكيد لأن بمصلحتهم أن يتراجعوا لكي يكون النظام قدرة على الهيمنة فيما لو استطاع أن نصر على سوار الجنوب بدقيقة سيد سيدروف سؤالي لك اليوم هل يمكن للولايات المتحدة أو هل يمكن لروسيا اليوم أن تخرج إيران من أي منطقة وهي لا تملك أي سلطة عليها على العكس ما تملكه على النظام السوري تستطيع أن توجه النظام السوري وأن تضغط عليه ولكن ماذا عن إيران حرب الولايات المتحدة على إيران في سوريا واضحة المعالم عن طريق إسرائيل وعن طريق القصف المباشر من التحالف في الشرق ماذا عن الجنوب هل يمكن لروسيا أن تكون أداف في طرد الإيرانيين أو التفاهم معهم ضمن أي صفقات برأيك الآن يصعب على روسيا وهذه الصعوبة تتزايد من يوم إلى آخر السيطرة على الإيران وجعل إيران أو حسها على الانسحاب كليا حتى إذا تلقت روسيا وعودا من إيران بأنها ستنسحب أنا لا أعتقد بأن هذا سيحدث وإن حدث فليس بشكل كامل فإيران بهذا الشكل أو ذلك ستبقى موجودة في هذه المنطقة ولكن ربما تخفف من توجودها وهذا ما تنقله روسيا إلى واشنطن ولكن واشنطن طبعا لابد أنها سوف تتحقق من ذلك مستقبلا وهذا برأيه سيودي إلى تعقيدات جديدة بين موسكو وواشنطن من جهة وبين موسكو وإيران من جهة أخرى ما سيجل الوضع أكثر فتورة إذن روسيا لا يمكن لها أن تكون ضامن لانسحاب إيران أمام أي صفقة هي فقط وسيط هي وسيط ولكن طبعا هي تسعى لأن تكون ضامنة ولكن يبدو أن إيران ستخرج أو خرجت عن سيطرة موسكو ليس بشكل كامل ولكن بشكل ربما جزئي ولن تفي بوعودها أقصد إيران حتى في حالة أنها وعدت مثلا لموسكو تنصحب نعم تفضل تابع لا خلاص شكرا أشكرك جزيل الشكر سيد يفجيني سيدروف المحلل السياسي الروسي شكرا لمشاركتك معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من موسكو شكرا لأحمد مظهر سعدو الكاتب الصحفي كان معنا على مدار الحلقة من غازي عينتاب شكرا لك أستاذ أحمد كل شكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة القاقب في حلقة جديدة من تفاصيل وملفات أخرى غدا إن شاء الله بأمان الله اشتركوا في القناة